افتتح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء يرافقه وزير الداخلية ومحافظ الجيزة المقر الجديد لمدرية أمن الجيزة والذي يأتي تنفيذه في إطار خطط وزارة الداخلية لتطوير المنشآت الشراطية وتزويدها بأحدث الأجهزة والتقنيات وخلال قولته بأرجاء المقر الجديد لمدرية أمن الجيزة تمت الإشارة لأن هذا المقر تم بنائه على أحدث النماذج المعمارية ويضم عددا من المباني الملحقة والتي من أهمها غرفة إدارة أزمات حديثة مجاهزة بأحدث التقنيات المتمثلة في منظومة كاميرات حديثة لتغطية جميع الشوارع والميادين الرئيسية بنطاق قطاع أمن الجيزة ومبنى الإدارة العامة للشرطة النجدة والذي يضم أحدث غرف عمليات مزودة بأحدث الأنظمة السلكية واللاسلكية إلى جانب مقر الدوان العام للمدرية ومبنى الإدارة العامة للمباحثة الجنائية بالإضافة إلى عدد من المباني الخدمية